من يوم الجمعة او فجر الجمعة لحد يومنا هذا وطبعا الشعب المصري كله الان ومشهول بالاحداث اللي حصلت امام مجلس الوزراء. اللواء عادل اه عمارة امبارح طلع في مؤتمر اه اه صحفي. اه سيد اللواء هو عضو في المجلس العسكري. وقال وشرح عدة نقاط مختلفة. اه ردود الافعال كانت متبينة ما بين مؤيد للمجلس العسكري في اللي هو عمل له وانه هم اه يعني اه عندهم حق في كثير من الامور ومعندهمش حق في كثير من الامور. وبعض مختلف تماما مع البيان بناء عليه على ارض الواقع ناس طلع بتقول ان احنا نقدم الانتخابات رئاسة الجمهورية ويبقى يوم خمسة وعشرين يناير. عرفت من اصدقاء لي انه الميدان دلوقتي تقفل تاني وبقى فيه متظاهرين وشكلهم رايحين في اتجاه الاعتصام تاني. امبارح عرفت من الاخبار انه في بعض من الناس كان عايزين ملوتوف وعايزين يرموه على المتحف المصري. احداث كتيرة خلينا مع ضيفي اه النهاردة ان احنا نستعرض ونشوف رأيه ايه. ضيفي الاستاذ ناصر فياض نائب رئيس تحريج جريدة الوافد. صباح الخير يا فانس. صباح الخير. اه بعد اذن سيادتك اه شفت اه طبعا المؤتمر الصحفي. تمام. كان انطباعك ايه شخصيا? الكلام اه معقول وكلام يعني ممطقي. اه خصوصا ان في استحقاقات اه انتخابات المرحلة الاولى والتانية. اه والاستفتة. اه ما يصحش ان احنا نقول نقدم اه انتخابات. ما يعني اه انتخابات رئاسي الجمهورية او غيرها. او ايه انتخابات عن معاد اه 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 فيه توافق عليه. نعم. توافق عليه من القوى السياسية ومن الاحساب ومن المجتمع المدني. اه لكن اه ان انا اقول ان احنا نختار معاد اه وليكن معاد اه ذكرى مجيدة ومحترمة ذكرى خمس وعشر ثورة خمس وعشر يناير. اه نقول اه تجرى فيه الانتخابات. اه يعني انا شايف ان ده اه يعني يعني فيه انتخابات برلمانية فيه مرحلة اه اعادة وفيه مرحلة تالتة. اه الناخب عندما يذهب الى لجنة الاقتراح وينتخب. معنى كده ان احنا كلنا موافقين على المعاد الحديد والمجلس العسكري. تمام. ما حصل عليه توافق. بالنسبة لقرس الجمهورية يسلم رئيس الجمهورية في واحد سبعة يبقى موجود اه يعني بعد غياب حوالي عام ونصف يعني. تمام. اه المؤتمر يعني اه طبعا اه يعني وضح النقاط اه كثيرة. لكن فيه مسألة ان احنا نقول دايما ان فيه اه 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 قوة او اياد خفية بتحاول هدم مصر. يعني انا شايف ان السيناريو ده والكلام بيقال اه منذ منذ موقعات الجمل. سيناريو موقعات الجمل مسبيرو العباسية اه محمد محمود اه امبابة. ده كله سيناريو اياد خفية. انا عايز اسأل سؤال من هي الاياد الخفية? هل هي كائنات جاءت من الفضاء? وخربت وقاتلت واصابت ثم خرجت الى اه اه اكيد الاياد الخفية معروفة. اذا لم تكن معروفة اليوم فهي مكررة السيناريو مكرر. ننتظر حتى يقع اصابات ويقع ضحايا واسكت شهداء. ثم نعقد مؤتمر صحفي ونقول ان اياد خفية تحاول هدم مصر. نعرف من هي الاياد الخفية. اكيد احنا عندنا اجهزة وعندنا يعني اه يعني مش عايزة اقول انظمة موجودة اه 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 لها القدرة ان هي تعرف من هي الاياد الخفية. لكن كل مرة نقول عايزين نعرف الاياد الخفية ونمسكها اه بدليل ان الاياد الخفية اللي بيقولوا عنها دي او يعني نقول ده انا نقول البلتجية. ليه ما ظهروش في الانتخابات? انتخابات اه ابهارة العالم. المرحلة الاولى والثانية ابهارة العالم. اه. ونظام وجميل وحاجة يعني. انا المهمة اللي شك فيه ان فيه ناس بغض النظر احنا نطلق عليهم اياد خفية او مش اياد خفية ان فيه ناس بتخرب. تماما. ده احنا مش يعني مش مختلفين فيه. تماما. تماما. اه. والسات اللي هو مبارح في المؤتمر قال ان هو في تحقيق بيدور حوالين هزا الموضوع. تماما. المشكلة اللي بتحصل ان كل مرة بيبقى فيه تحقيق مفيش نتيجة. فين النتيجة? فين النتيجة? انا بسأل النائب العام يعني الساتة النائب العام. وبسأل المجلس العسكري. اه انتو الدولة. انتو دلوقتي الدولة. الناس اه هتلجأ لمن? اه غيركم عشان اه تعرف من هم هؤلاء. اه مواقعات الجمل حتى الان التحقيقات لم تنتهي فيها. اه. مرة عليها ما هيكرم يعني من عام او احداشر شهر. ليه? يعني سؤال اه يعني الواقع موجودة والاشخاص موجودون. اه. والبلطاجية موجودون وهيزهروا في يعني اعتقد طالما الاسماء لم تعلن والنتاج لم تعلن. هيتكرر نفس السيناريو. وللأسف. ممكن النهاردة ممكن بكرة ممكن بعد شهر بعد اسبوعين. تمام. مفيش نقاط وضعت فوق الحروف خاصة بالتحقيقات منذ موقعية الجمل حتى الان. هم. هم. فبالتالي الناس كلها بتسأل. الشعب كله بيسأل من هم هؤلاء. نعم. ولماذا لم يظهروا تشوى في هذا المكان. هم. ميدان التحرير وال والمحيط والاو المحيط ميدان التحرير. هم. ليه? ليه? طيب. سيد ناصر من ضمن الحاجات اللي بتحصل دلوقتي في الوضع في النهاردة الصبح يعني. انه سمعت انه ميدان التحرير غلق تاني. غلق من. تمام. المعتصمين او من الصور. رأي حضرتك ايه? ان احنا رجعنا تاني في اعتصام او هيبقى في بداية اعتصام او مظاهرات تاني. تمام. هو هذا التاسك مع مع كلام آآ شاة اللي هو عادة الاعمارة. قال ان في معلومات وردت منذ امس. بوجود محاولة آآ منظمة الاكتحام مجلس الشعب. بس الحمد بالله. هو ما قالش اكتحام ده. هو قال حرق مجلس الشعب. حرق. بس الحمد لله ما حصلش. ما حصلش. اه. ما ننتظرش لحتى يحصل. تمام. النهاردة المفروض يبقى فيه مقلومات مسبقة موجودة عند الاجهزة الامنية واجهزة الجيش والشرطة. ام. بتقول ده. ام. كفاية. اه يعني عايز اقول لحرك ان حكومة الدكتور كاميل الجنزور في اسبوع واحد شنت حملات على مستوى المحافظات. اه جابت نتيجة جميلة. ام. يعني ابضوا حضرتك على اه في خلال اسبوع على اه تلت تلاف ممتين اه مسجل خطر. نعم. اه 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 دبط واحد وستين الف طالقة نارية. ام. حاجات كتيرة يعني اه 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 الوقت مش عارف يسمح او لا. ام. لكن عايز اقول اه الناس بدأت تشعر بالامن. بدأنا نشوف الدوريات الامنية نشوف الاكمنة. ام. انا ابقى سعيد لما اه اه فرد امني وقفني وقل اشوف رخصة العربية. كوي. لحاس ان في دولة في نظام. ام. اه ده ما عجبش الناس. انا يعني انا انا بتعجب. يعني انا مندهش. ندي فرصة للناس اللي جاية. ام. ندي فرصة للناس اللي جاية. ما جربناهمش. نديهم فرصة. الراجل اللي راح بنرمسيس مرتين وروح وفي حركة. كل واحد اعتقد ان كل فرد في مصر الى حد ما شاف الشرطة الاول مرة كانت مختبئة. ام. ولم تظهر سوى هذه الايام. ام. نديها فرصة. لكن اجي اقول اه اه حرك واكتحام وتعطيل عمل. ده كله دي جرائم بيعاكب عليها القانون. نعم. المرسوم بالقانون الاخير اللي هو تعطيل عمل او تخريب المنشأة او تعطيل حركة دي جريمة. ام. اه لكن انا دلوقتي اه صباح اليوم المعلومات الواردة صباح اليوم بغال كميليات تحرير وعودة المتظاهرين. انا بسأل سؤال ايه المطلب? ام. المطلب هل هو تخريب واكتحام وحرق? ام. ولا المطلب? مفيش اه تلفزيون المصري امس جاب اه اطفال احداث يعني عمرهم لا تتجاز عشر او اتمناشر سنة. كويس. لا يفهموا حاجة في السياسة ولا في الكوات السياسية. ام. ولا في الاحزاب ولا مطالب ولا اي حاجة. ام. هل هم هؤلاء هم الثوار? انا يعني محترامي. اه. يعني ستة ابريل وعدة اه منظمات اخرى ثورية قالت لا. واعترفوا على فكرة بانه في بعض اه الشخصيات اللي موجودة في وسطهم. اه. مش تبعهم. نعم. وفعلا بيخربوا. نعم. رأي حضرتك ايه في انه كثير من الاراء بتقول يا جماعة يا ثوار يا محترمين يلي كلنا محترمين خمسة وعشرين يناير ومقتنعين تماما بالاتجاه بتاعكم. ام. ارجوكوا روحوا. ارجوكوا ادوا الفرصة ان احنا نمسك الناس اللي انتو بتقول انه هم في وسطكو. تمام. كلام حركة صحيح تماما. انا بدعو يعني حركة ستة ابريل وحركات الاخرى. اه هي البداية جت يعني اعطاك ستة ابريل لسبب رئيسي فيما يحدث الان. ام. مع احترامي لبعض الشخصيات فيها. لكن اه في فصائل انسحبت من امام مجلس الوزراء. قبل الدكتور الجنزولي قالوا خلاص اتفضل يعني شوف شغلك وكده يعني. اه حركة ستة ابريل وحركات اخرى اه اه اصرت وصمامت على الاحتصام. وحدث ما حدث. ايش وهداء وتخريب وانهير بورصة وترجع في الاداء. دي ده كله يعني. الهدف بتاع اه الثورة انكمش في ان موظف عام كبير على درجة رئيس وزراء. نمنعه ان هو يدخل مجلس وزراء. حل هزا حل هزا معقول. حل هزا مشارك بشكل او اخر الست اللي تجيب انبول بتجاز ومسكينة فقيرة تتلاقيها بخمسين جنيه ده مش من نتاج الثورة الاسعار ده مش من نتاج الثورة تراجع الاداة الاقتصادي وجود عجزي كبير في الموازنة وتراجع الاحتياط النقدي كلنا بنتحمل كل الشعب المصري شاتك بشكل او اخر فلازم احنا نقول يا جماعة كفاية المنهجة وضع وحصل توافق عليه بالنسبة الاعلان الدستور بالنسبة انتخابات البرلمية بالنسبة رئيس الجمهورية التلات مطالب دول في شبه توافق عليهم كويس في ايه يعني وجود المجلس العسكري وعدم موجوده انا اعطاك احنا المجلس العسكري لو سلم السلطان نهار لو قال انا ماشي ايه اللي هيتم هيوب خراب يعني وجهة نظري ما ينفعش يا جماعة تبقوا بعدين وهو اللي حمى الثورة هو اللي انجح الثورة وهو اللي تبنى مطالب الثورة والشعب هو قيل كده كده في شهر سبعة الجاية تماما حسم في كل الامور الكبيرة حسمت تبليه انا بسأل سؤال للمجلسين في التحرير ايه الطلب يعني احنا فيه خلاص حسم الطريق بقى واضح والهدف بقى واضح ونتجه نحو المرحلتين الاوليين في الانتخابات ما شاء الله يعني حاجة جميلة تب ايه فيه ايه بصدبط يعني